موسيقى نشرة الأخبار على قناة يامن شباب الفضائية نبدأها بأبرز العنوي رئيس الوزراء يصل أبيا في زيارة تفاقدية للمحافظة لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية موسيقى الجيش يساعد السيطرة على النجد قفالي للسراتيجي ويسيطر ناريا على الخط العام نحو الراهدة الميليشيا تقصف مستشفى حيس في الحديدة والشرطة العسكرية واللواء الخامس حرس رئاسي تنشر قواتها في شوارع التعز موسيقى أهلا بكم وصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر وصل إلى أبيا في زيارة تفاقدية للمحافظة لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة التي تشمل جميع المحافظات المحررة بناء على توجيهات ومتابعة لرئيس الجمهورية المشير عبد رب منصور هدي أعلنت شرطة عدن مقتلى قياديا في داعش واعتقال ثلاثة آخرين من أفراد التنظيم اليوم السبت وذلك في عملية مدهمة بحي الممدارة وقالت شرطة عدن في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن أمير ولاية عدن أبيا في تنظيم داعش الإرهابي صالح الباخشي الملقب بالحديدي لقي مصرعه في عملية دهم نجحة نفذتها وحدتي مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني على مبنى كان يتحصن فيه وعناصر أخرى من أعضاء التنظيم وأشرت إلى أنها عثرت في الذي كان زعيم التنظيم يتخذ منه منطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية في عدن عثرت على هواتف النقالة وأجهزة أيباد وأسلحة الرشاشة ولفتت إلى أن الباخشي رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين من قوات مكافحة الإرهاب وإلى جانب مقتل الباخشي قالت شرطة عدن إنها تمكنت من اعتقال ثلاثة من أفراد التنظيم في داعش كانوا بجانب الباخشي يطلقون النار باتجاه قوات الأمن قبل أن يسلموا أنفسهم مشيرة إلى أنه جرى اقتيادهم إلى التحقيق حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما ميدانيا جديدا في القتال ضد ميليشيا الحوثية الإيرانية شمال محافظة الأحج وقال مصر الميداني إن القوات حررت نجد قفيل في منطقة القبيطة عقب معارك ضارية ضد الميليشيا الحوثية وإشار المصدر إلى أسر خمسة من عناصر الميليشيا والاستيلاء على إسلاحة متوسطة منها رشاش من عيار 12-7 وأضف المصدر أن المعارك لازالت مستمرة فيما تدفع الميليشيا تعزيزات من منطقة الراهدة التابعة لتعز في محاولة لسعادة الموقع المحرر في صنع شنت مقاتلات تحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثية الانقلابية في العاصمة وقال سكان المحليون إن الغارات طالت تجمعات الميليشيا في مبنى وزارة الداخلية الواقع في حي الحصبة شمال العاصمة كما شملت الغارات تجمعات أخرى للميليشيا في تبة الأمن السياسي ومدرسة الحرس في حي الجراف واتات الغارات غدات استعدادات تقوم بها الميليشيا الحوثية لتشيع القيادية الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الذي قتل في غارة لمقاتلة التحالف في التاسع عشر من الشهر الجاري وفقا لما أعلنه المتمردون الحوثيون وقالت وسائل أعلام سعودية إن القيادية الحوثية البارز عبد الحكيم الخيواني المعروف بأبي الكرار لقي مصرعه في الغارات التي سادفت مقر وزارة الداخلية بالعاصمة صنع حققت وحدات من الجيش التابع للواء 63 مشاه ولواء الحزم وكتيبة المهام الخاصة تقدما ميدانيا جديدا بمديرية باقم شمالية صعدة وقال العميد ياسر مجلي قائد اللواء 63 في تصريح صحفي إن القوات حررت قرن مندب للسراتيجي مع سلسلة جبلية مطلة على أهل سبحان تمهيدا لاستكمال تحريرها من الميليشيا الحوثية الإيرانية وأشار إلى مصرع عشرة من عناصر الميليشيا في تلك المعارك والاستيلاء على كمية من العتاد منها مدفع عيار 23 و 17 قناصة ومدفع بي 10 وأليات أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي 12 غارة طالت مواقع للميليشيا في مديريتين باقم وكتف بصعدة وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف استادفت بسبع غارات مواقع تمركز الميليشيا الإنقلابية في منطقة آل سبحان وذلك بمديريت باقم كما أسفرت عن تكبيت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأضف أن طيران التحالف شن خمس غارات على منطقتين العطفين والصوح في مديريت الكتاف ونجم عنها سقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا يأتي هذا فيما قتل مشرف زراعة الألغام في جبهة أو في جبهة الملاحظ القيادة الحوثية المدعو أكرم اليندي وقيادي آخر يدعى عبدالله الظاهر خلال معارك مع الجيش الوطني بجبهة الملاحظ وذلك مع عدد آخر من عناصر الميليشيات هذا وقد سقط قتلى وجرحة من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون في معارك مع الجيش الوطني بجبهة قانية في البيضاء وأفادت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت بمختلف الأسلحة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مواقع اليسبل وخدار العرجة والخليقة بقانية وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل ثمانية من الميليشيات الانقلابية وإصابة سبع آخرين فيما سشد اثنان من أفراد الجيش وأصيب ثلاث آخرون صارت عمران ومعاركها وكذلك صعد مرتعا لعناصر لبنانية وإيرانية تستخدم ميليشيا الحوثيين السلالية لممارسة النشاط الإرهابي الهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والسعودية ودول المنطقة لصالح إيران تحركات دفعت الميليشيا إلى السعي للضمان السرية من خلال ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في صعد وعمران المستخدمتان كمنصات لإطلاق الصواريخ البلسية تتصاعد مخاوف أبناء عدد من مناطق صعد وعمران جراء تزايد مريب لأنشطة وتنقلات عناصر يتوقع أنهم خبراء من حزب الله اللبناني برفقة وحدات حوثية متخصصة في حفر شبكات أنفاق ومخابئة للأفراد ومركبات إطلاق الصواريخ البلسية ويتعرض سكان قبليون في عدد من مديريات محافظة صعد الجبلية لمضايقات حوثية وعسكرة واسعة للقرى تأتي في سياق محاولات تأمين المناطق التي تحولها ميليشيا الحوثي إلى مساحات عسكرية مغلقة تشمل منصات إطلاق صواريخ باليستية وخنادق وأنفاق يختبئ فيها الخبراء الإيرانيون وقادة الميليشيات الحوثية أبرز تلك المضايقات التي يتعرض لها السكان القبليون في مديريات صعد وبعض مديريات عمران هي مدهمة المنازل واحتلال المزارع وإيقاف المزارعين وفرض حصار على بعض القرى السكانية بالإضافة إلى قطع شبكات الاتصال والإنترنت ولتأمين مواقعها ومنصات إطلاق الصواريخ البلستية وإخفاء تحركات خبراء حزب الله في مديريات صعد تشن ميليشيات الحوثي حملات اختطاف مستمرة اللافت أن تجديد الإجراءات الحوثية المرافقة لتأمين تحركات عناصرها وخبراء حزب الله المتخصصين في الصواريخ البلستية جاء بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي قبل أيام حيث أكد أن 78% من الصواريخ البلستية التي استهدفت المدن السعودية تم إطلاقها من محافظة صعد وبعض مديريات عمران والسائد في أن النظرة الحوثية السلالية يحكمها فقدان الثقة برجال القبائل تاريخيا ويعبر عن ذلك عدم ثقة ميليشي الحوثي بالمقاتلين القبليين وإخضاعهم لرقابة مكثفة كما عبر عن حالة عدم الثقة الحوثية برجال القبائل عبد الملك الحوثي قبل أيام ووصفهم بالخوان والبيعين واتهمهم بالاستعداد للبيع لكل من يدفع لهم ذلك ما يفسر تجديد الإجراءات الأمنية في حركة تنقلات خبراء حزب الله وعناصر الحوثي المتخصصة بالصواريخ في المناطق القبلية بصعد وعمران انتشرت قوات عسكرية تابعة لللواء الخامس حرس رئاسي والشرطة العسكرية مساء الجمعة في شوارع مدينة تعز عقب التوقيع بين السلطة المحلية وكتائب آبو العباس على اتفاق تسليم مؤسسة الدولة كانت السلطة المحلية وكتائب أبو العباس قد وقع على اتفاق قضى بتسليم مؤسسات الدولة للوحدات العسكرية وإيقاف إطلاق النار بين اللجنة الأمنية وأفراد الكتائب من جانبها انتشرت قوات الشرطة العسكرية واللواء الخامس حرس رئاسه بمنطقتين باب موسى والباب الكبير وبعض الشوارع المغلقة مؤخرا تنفيذ للاتفاق الموقع عليه مساء الجمعة ومن المنتظر أن يتم اليوم السبت استكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق وشروع في فتح شوارع والسحب المسلحين من محيط مقارات الدولة في المربع الأمني شرقي المدينة هذا وقد شهدت مدينة تعز تظاهرة حاشدة مؤيدة لقرارات السلطة برفض أو بفرض نفوذها على كل المناطق المحررة في مركز المحافظة والسعادة السيطرة على مقار حكومة أو مقار حكومية تقع تحت نفوذ مسلحين خارجين عن النظام والقانون في جمعة أسميت بجمعة الأمن أولا احتشد ثوار تايز إلى ساحة الحرية لأداء شعائر الجمعة وللتعبير عن موقفهم المؤيد لقرارات محافظة المحافظة التي تهدف لاستعادة مقارات الدولة المتمثلة بمربعها الأمني نحن كمواطنين نؤيد قرار محافظة المحافظة باستعادة مؤسسة الدولة وتفعيلها والقضاء على العصابات المتمردة الإرهابية التي تحاول العبث بها من هذه المدينة تحمس الثوار للحملة الأمنية وأعلنوا وقفهم وراء قرارات المحافظة والسلطة المحلية مطالبين استكمال ما بدأوه لحفظ الأمن في المدينة وعبر الثوار بيطافاتهم عن تأييدهم ودعمهم للحملة حتى تحقيق أهدافها يا محافظ واصل واصل استعيد الدولة عاجلة يا محافظ احرامها غد القادر السفاق تضحية جسيمة في سبيل تحقيق الأمن لن تثني الحملة عن مواصلة فرض كتب عليها وإلى حين استكمال الحملة ما خرجت إليه لن تبقى دماء على الأرض ولا دموع في جبينيتهم يصر الثوار على استمرار الحملة الأمنية حتى سيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة وإعادة هيبتها التي يراد طمسها بالوقوف في وجه المحافظ وقراراته الرامية لتثبيت الأمن في المدينة عبد العزة بنخاني من شباب من شاحة الفرية بمدينة التعز وفي الحديدة قصفت ميليشيا الحوثية الإيرانية مستشفى في حيس جنوبية المحافظة بقذائف هون وذلك ضمن سهدافها الممنهج للتجامعات السكانية والأعيان وقالت مصادر محلية أن الميليشيا أطلقت عددا من القذائف المدفعية على أحياء حيس سقط بعضها على مستشفى المدينة وأدى ذلك إلى أضرار مادية ورصدت مصادر حقوقية استشهاد 27 مدنيا في حيس بقذائف وألغام للميليشيا منذ تحرير مركز المديرية في الخامس من فبراير الماضي إلى حضر موت حيث تشهد المحافظة ارتفاعا في إيجارات المساكن يفوق مقدرة المواطنين في وقت يفرض فيه بعض الملاك على المستأجرين الدفع بالريال السعودي وتسعد المحافظة لاستقبال آلاف العائدين من المهجر كما تشهد حركة لبناء مجمعة سكنية كافية لهم ما الخطيئة التي اقترفها من لم تسمح ظروفه بامتلاكه بيت يستره أو ذاك الذي أخرج من بيته مقرهن الحل الأشقى والأمر للحالتين هو الاستئجار وإن كان الاستئجار يتيح بديلا لمن ليس لديه سكن في وجهه المشرق فوجهه المظلم يتمثل بالمقابل المالي الذي ينتزع من راتب هو في أساسه لا يرقى لتوفير عيش يليق بإنسان فأزمة السكن وما ترتب عليها من ارتفاع مفاجئ ومهول للإيجارات في حضر موت ترك الغالبية العظمى من المستأجرين بين خياري دفع الإيجار والموت جوعا أو افتراش الأرض والتحاف السماء أظن أن الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة أن السلطة لم تكن حازمة ولم تلجأ إلى القوانين النافذة التي كان الناس يتعاملون بها فأصبح من المستغرب يطلب المالك من المستأجر بالريال السعودي هل عملتنا ريال سعودي أم ريال يمني؟ وفي السياق عينه تتدارس السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ فرج البحسني ترتيباتها لاستقبال مئات الألاف من العائدين من المهجر بتهيئة الظروف المناسبة وتدليل أي تصعوبات قد تعترضهم كما تم توجيه الهيئة العامة للأراضي بإنشاء مخططات سكنية سوف توزع عليهم عقب عودتهم المتوقعة بعد عيد الفطر المبارك طبعا محافظة شكلة لجنة مهامها كثيرة ومتعددة طبعا أهمها طبعا استقبال العائدين من المهجر ترتيب أوضاعهم منظمة الأجراء التي تتخذ المحافظة بهذا الجانب يتم إن شاء الله إنشاء ستة مخططات سكنية سيتم تجهز هذه المخططات وإيصال لها الخدمات من قبل المحافظة ثم بعد ذلك يتم توزيع هذا الأراضي على الأخوة العائدين وفقا طبعا حسما ذكرنا سابقا في الأساس والمعايير يتم حددها ما الأزمة هذه إلا إحدى نتائج الحرب التي عصفت بالوطن من وفي جميع الاتجاهات جعلت محافظات تعاني اقتضادا سكانيا وأخرى خاوية على عروشها توزيع لم تشهده اليمن منذ نشأتها معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلة أعلنت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت منقصة عامة لتزويد محطات توليد الطاقة بالمحافظة بـ 30 ألف طن متري من مادة المزود وبحسب بيان للشركة فإن هذه الكميات التي ستغطي السهلاك توليد الكهرباء في المحطات الحكومية سيتم تمويلها من قبل الحكومة وآياتي هذا الإعلان تنفيذا لتوجيهات سابقة أعلنها رئيس الحكومة أحمد بن دغر أثناء زيارته الأخيرة للمكلة والتي وجه فيه السلطات المحلية بالمحافظة بإعلان المناقصة نهاية النشرة تذكير بالعنوين رئيس الوزراء يصل أبياً في زيارة تفاقدية للمحافظة لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجيش السعيد السيطر على نجل قفاله للسراتيجي ويسيطر نارياً على الخط العام نحو الراهدة الميليشيا تقصف مستشفى حيس في الحديدة والشرطة العسكرية واللواء الخامس حرس رئاسي تنشر قوتها في شوارع تعز تغطيتنا الأخبارية ما زالت مستمرة على قناة يامن شباب على رأس الساعة القادمة مع المنتصف نلقاكم اشتركوا في القناة